لم تخيب القيادات السودانية ظن الأمين العام للجامعة العربية الذي أنهى زيارته للسودان وتمنى أن تصل الأطراف إلى وفاق وحل سوداني خالص فخرج التصريحات الإيجابية من المجلس العسكري أعلن فيها جاهزيته لتشكيل الحكومة الانتقالية وقبول الترشيحات المقدمة من قوى الحرية والتغيير تبعتها أخرى من القوى عبرت فيها عن رغبتها في شراكة مستقبلية مع مجلس العسكريين قوى الحرية والتغيير التي اختلفت مع المجلس العسكري شهدت خلافات داخلية كبيرة برزت إلى السطح بوضوح عندما التقت مع لامين العام للجامعة العربية في مجموعتين منفصلتين التقاء وين أسفر عن موقف موحد للفصيلين بشأن تشكيل الحكومة المدنية وضرورة دعم الخطوة إلا أنه كشف ما كان مخفيا من خلاف لطالما حرصت الأحزاب على كتمانه التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والحراك الإقليمي والدولي حول الملف السوداني دفع الأطراف لإعلان حسن النوايا عبر التصريحات الإيجابية التي غابت عنها النبرة الحادة والعدائية قياب ربما يمهد الأجوال وفاق في الملف محل الخلاف وبالتالي قطع الطريقة أمام محاولات إجهاد نجاح السورة لم تمنع الخلافات بين الأطراف السودانية الشعب السوداني من التفاؤل بإمكانية حدوث وفاق وسلام تفاؤل تجسد في تطبيع الحياة اليومية ورفع الأصوات في المنابر المختلفة بدعم العملية السلمية لوي عبد الرحمن الإخبارية الخرطوم